بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بيكو حلقة جديدة من الرومنتادة على شاشة قناة المحور في البداية أكيد كل الأمنيات بالشفاء العاجل لنجم مصر ونادي مدن فيوتشر النجم أحمد رفعت صاحب المسيرة الجميلة جدا سواء مع نشيئي نادي الزمالك أو نادي أمبي سواء العودة مرة أخرى للزمالك في اتحاد السكندري المصري البورسعيدي مدن فيوتشر الوحدة الإماراتي في مبارات نادي مدن فيوتشر والتحاد السكندري على ملعب استاد السكندرية اللقطة لو موجودة مرة واحدة رفعت بيقع في أرض الملعب مغشن عليه زي ما بيقولوا وبيشيلوا الإسعاف بسرعة وبعد كان بيقلوا الأقرب مستشفى بجوار ملعب استاد السكندرية اللي هي مستشفى زمزم وجود بقى الكامل كبير جدا من أعضاء مجلس دارة نادي التحاد السكندري الأستاذ محمد بسلح والأستاذ محمد أحمد والقيادات السياسية والشراطية وبوجود أعضاء مجلس فيوتشر كابتن علاء ميهوب هيسم عرابي كل وزي ما لقوا طلعوا من الملعب لابرضو شفتوها من نقطات وهم بيجرم كلهم بملابس طبعا الماتش على المستشفى حبس أنفاس كلنا كنا متابعين الموقف لحظة بلحظة لدرجة تانية أنا كلمت فورا الأستاذ دكتور أحمد أشرف أستاذ القلب ومدير معهد القلب الرياضي بوادي النيل والراجل ده أنا عارفه ما معرفش حصل لأن ده كان الطبيب المعالج بتاعي السنة اللي فاتت لما كنت بتعالك الراجل أبدأ رغبته التامة في أي استشارة طبعا لكن القائمين على المستشفى زمزم بالأسكندرية الناس كانوا عند الحدث الناس قدروا يعني لتفاترات طويلة لمدة ساعة ونص توقف عضلة القلب يعني كل الناس الآن لحد ما قدر إلى حد ما الأمور ترجع لمجرها الطبيعي وكانوا متواجدين طوال الليلة الماضية طبعا بجوار أحمد رفحت إلى أن ظهر بيان رسمي من مستشفى زمزم يوضح الحالة الصحية وأيضا فيه كمان بيان من النائب أحمد دياب رئيس ربطة الأندية المصرية هرحب طبعا الأول بضيفي عشان ما سيبوش القائد أحمد دهودار دهودار أهلا بيك رزيزي محمد كرسان طيب ورحمة الكريم عبرك كرسان طيب ورمضان كريم عليك يا رب طبعا اللقطة موجودة اللقطة صعبة جدا جدا نتمنى الشفاء العاجل ويا رب كل الناس اللي تفرج علينا المشاهدين نحن في أيام مفترجة يدعو لأحمد رفحت أن حالته غير مستقرة تماما أن أحمد كان معي في نادي الزمالك وعشرة عمره كان بيقعد معي في القوضة من الشخصيات الجميلة جدا 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 ومحترم وعايز أقولك أننا في اللقطة دي عيط أنا كنت تفرج عن مطش لايف وسبحان الله لقيت جسمي كده مرة واحدة ساب ولإني سقوته ده خضني خضه وانا بتفرج عن مطش لايف والله يا والله كان جمي مراتي عيط لإني كنت خايف عليه جدا 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 لإني السقوت دي مش واحد جاله شد ولا لأ ده واحد احنا قل في الأول بلع لسان وحصلت بس الأمور يعني لأ 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 أنا عن طب سبتاني حصلت الأرض بلعب لها دعلي ذكرها بس يعني أنا بقولك يعني لكن خلينا ندعي لأحمد رفعت بشفاء وطبعا في قصة كبيرة جدا لكن مش عايزيني نفتحها دلوقتي غير لما الرجل دي يقوم بالسلامة لإني في ناس كتيرة جدا لازم تحاسب على اللي بيحصل في الدور المصري إلى بيان مستشفى زمزم بالأسكندرية الناس فعلا اللي وقفوا مع نجمة أحمد رفعت حتى الآن يعني الناس بذل كل جهدهم حتى الآن وكان فيه بيان لو تعرض معكم على الشاشة معنا حضر لعب أحمد رفعت لعب نادي خضر لعب أحمد رفعت لعب نادي فيوتشر ومنطق مصر إلى المستشفى بسيارة الإسعاف حيث هو وصل في حالة توقف لعضلة القلب وطبقا للبروتكولات الطبية تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ وأثناء إنعاش قلب رئوي حدث أكثر من مرة اضطراب في زرابات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربية أكثر من عشرين مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي وبعد استقرار الحالة تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج ووضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس صناعي ومحاولة ضبط نسبة الأكشجين وضبط الحموضة وضبط السينيكسيد الكربون عن طريق جهاز تنفس صناعي وتم وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لإستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلة وبعد ذلك تم استقرار الحالة إلى حد ما وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ وتبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره وأشعة الصدر أظهر بعض وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي وتم وضع المريض بعد ذلك على أدوية للحفاظ على رزبط الأكسجين وسينيوسيد الكربون ومضادات حدوية حيوية لإلتهابات الصدر وأدوية داعمة لضغط الدم وتم متابعة المريض عن طريق طبيب القلة لقلة كمية البول نتيجة لتأثر القلة بطول مدة إنعاش القلب الرئوي كذلك تم عرض المريض على استشاري القلب واستشاري المخ والأعصاب لتقييم حالته ومتابعتها وتم سحب التحليل والفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب حالة المريض حاليا أفضل بالنسبة لضغط الدم ولكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل وإدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصى ما يمكن تقديمه من الخدمات الطبية لللاعب وشكرا لتفاهمكم والله الموفق يعني بصراحة بكل أمانة شكر كل شكر لكل القائمين في مستشفى زمزم بالأسكندرية احنا هو نقوله الاسم عشان نشكرهم طبعا نديهم حقهم يعني دخل أقرب مشتشفى طبعا للملعب وكان فيه تصرف سريع جدا من عربة الإسعاف الموجودة لكن زي ما قال دي وضار فيه هنتوقف عند حاجات مهمة جدا بعدين ولاحقا لأن الطبيعي الطبيعي يعني طبعا هو كل اللي عيبها لعبتهم مجرداش حاجة النهاردة كان فيه ثلاث أكبر مباريات لأهلي والبنك الأهلي زمالك والجونة والزيد والمصري والأمور عدت على خير ولكن ولكن لما تكلمت مع الدكتور أحمد أشهر بن بارح مدر معدل قلب رياضي ده معدل قلب متخصص بيقول له ناس من كل ما كان على مستوى العالم وأفريقيا الراجل قال لي مفيش بس ألف إيتين بس هما اللي جونوا معاملوا الكشفات والأشعات أنا بقول كده ليه؟ لأن في هناك بعض جينات لبعض الأشخاص في بعض الأمور ما بنشي ألا لاحقا يعني اسموه إيه اللعب دلمارك اسموه إيه باركوس لعب دلمارك اللي حصل له نفس المشكلة لعب على الأرض الملعب في البطروت أوروبا اللعب دلمارك المهم يعني اتلاحق بدري وتعملوا الفحوصات ورجاء كامل تاني نوانكو كانوا اللعب نيتجاري عمل عملية ألم ومطحة دخدار ورجاء لعب تاني أنا أقصد أقول إيه؟ أن الكشفات الطبية الدورية اللازمة لكل لاعب قبل بداية كل موسيب مهمة ومهمة جدا تعقيمك عشان هروح للتصوحات تعقيم إن إحنا باختصار إن إحنا دوري هوى إحنا مش دوري محترفين وأي حد يجي يتكلم يقول إن الدوري المصر دوري محترفين بيتحك على نفسه أريكسون أتفضل أريكسون رقم 17 و20 أنا أفتكر لكن ده دوري هوى الدوري المحترفين ده لازم يكون في كشف طبي على كل لاعب آآه أنت كمفروضك أنت كل لاعب وممكن أي حد يمشي في الشراء يحصل لوا أي حاجة لكن أنت النهاردة بيتدفع لك ملايين بيتدفع ملايين لللعيبة بيتدفع ملايين داخلة جوة الدوري المصري الدوري المصري قمته كبيرة جدا أنت مش كربطة أندية أو كنادي مش قادر تعمل كشف طبي بكل لعيبة اللي عندك لأ مش ربطة الأندية ربطة الأندية لا 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 إسمعني بس إسمعني إسمعني حضرتك أتفاضل رابط الاندية مش مراكب على الاندية كلها رابط الاندية زي زي الاتحاد الافريقية وانت حركة نجم كبير ومنتخب مصر سواء شهرت البطولات الكبيرة او البطولات المحلية انت ده من ضمن الروز مش عايزين برضو نتكلم ونخشل التتاصيل فيه الدكتور بيجي بيقول انا على عادتي ان انا كله تمام و هنعمل الكشف الطبي بس المفروض ايه انت تبدأ من بيتك انت من بيتك انت دوضار شايف منك تعبان او منك تعبان على قدر او اي حد في بيتك انت اللي تروح تبادر مين مراكب الاندية ربط علي يعني انت حاليا مين مراكب الاندية انت كنادي بتدي لعب بالخمسة والستة والعشر مليون ما انتش قادر تعمله كشف طبي احنا جينا هنا قلنا قلنا اسوأ حاجة في الكورة هي الادارة اللي موجودة في كل الاندية معظم الاندية اداريتها والله والله ما يعرف حاجة عن الكورة والله ما يعرف حاجة عن الكورة لما تجيب لعب سواء في فيوتشر مفاجأة فيه لعيبة في نادي الزمال الجات ما تعملاش كشف طبي يا كابتن فيه لعيبة في نادي الزمال الجات ما تعملاش كشف طبي طيب انت بتقول اهو طيب يا حبيبي ما انا بقول لك انت بتقول بقى الربطة انا بقول لك نادي الزمال انت بنفسك لازم رابط الانديها تدي قرار من اول الموسم الاول الموسم لن يتم قيد ان لازم يده قرار للانديها كلها اجباري ان كل اللاعيبة تعمل كشف طبي من ايد لزيد لن يتم أي قيد لأي لاعب يشارك في الدورة العام المصري زي البطوات الأفريقية قبل ما تروح لاتحاد الأفريقية عموماً برضو تكملتاً برضو النقطة دي اللعيبة كمان اللعيبة بتشرب مشروبات طاقة مش بكلمة أحمد ريف عباء بتكلمة على لعابة مصر كلها بتشرب مشروبات طاقة بالمشروبين في المطش وده خطر وده شفته بعنايا دي نقطة مهمة هنرجع ونقضي قف عليا متخصصين أنا بس يعني قبل ما أطلع الفاصل والله العظيم أقسم بالله أنا بس مش هستدخل جانب شخصي من ناحيتي وأقول لحاجة أنا كنت بعمل تشيك قبل رمضان عشرين السيام كان حصلت روبة السنة اللي فاتت وعملت دعمه ورحت للدكتور أحمد طبعاً هو المدير مشاشفة ودنيل اللي هو من مركة القلب ورحت والراجل يعمل لي كوه المؤمن تتطمن علي قلت له يا دكتور بعد إذن حضرتك أنا عايز أعمل معك حلقة في رمضان عن القلب الرياضي في رمضان حتى كلمت يعني جماعة زمال إيه العزاء في التحرير وزبطنا الموضوع بس ما زبطناش الوقت يعني أصبح كنت يعني بنوه لحاجة زي كده أكيد الموضوع يبقى كبير أكيد الموضوع محتاج يعني إلقاء الضوء عليه لكن بنقول برضو هناك تصريح من النائب أحمد ياب عشان قبل ما أطلع فاصل رئيس ربط الأندية بيقول حياة اللاعب أهم من أي مباراة والربطة مساندة ودعمة لنادي فويتشار في هذه الأزمة التي جمعت قلوب الجمهير المصرية بكل أطيافها متوجهين بدعاء للعب وأنا على التواصل دائم مع جميع الأطراف وأي مطالب طبية للعب فهي مجابة وعلى الفور أملين عودته إلى أهله سليما قبل ما تطلع فاصل عشان ننهي الموضوع ده والموضوع ده لسه أنا عايز أتكلم فيه كتير جدا لازم بصطر أحمد دياب يدي قرار لجميع الأندية فورا من بكر يعمله كشف طبي إحنا لسه رمضانج مطول إحنا لسه نستنى لما حد يحصل له حاجة فورا إجباري كل أعباء لازم تعمل كشف طبي من الألف لليال ما ينفعش الكلام ده أنا مشوفتش الكلام ده غير في مصر بس أنا عرف النائب معلي ده أحمد ده بكويس وتعملت معاه رجل حازم رجل بيشوفه مصلحة الكرة مصرية فين زي ما قال دو دار وضم صوت صوت دو دار لي لأ إن إحنا من خلال طبعا مركز القلب الرياضي المتخصص في الجزئية دي الدكتور أحمد أشرف فورا كل فريق يروح على مرة أو مرتين يعمل كل الكشفات الطبية ويلحقها بملف كامل ويبعثوه إلى ربطة الأندية المصري وإلحاد قدر مصري ودي بقى حاجة من الحاجات الصح حفاظا لإن اللي حصل لأحمد رفعت موضوع كبير نتمنى نتمنى وزي ما قال نائب أحمد دياب حاجة أي لعب أهم من أي مجرد في الدورة العام المصري فاصلوا بعض الفاصل على الدورة العام المصري وأهم ثلاث مباريات في الدورة اليوم الأهلي والبنك الأهلي والبنك الأهلي والأهلي الجونة والزمالك وزد والمصري بسعيدي ولكن بعض الفاصل جيك تاني بعد الفاصل ومعنا في إضافتنا نجميل الكبير القائد أحمد ديودار والنهاردة ديودار كان عندنا ثلاث مباريات على أعلى مستوى يمكن يعني إن بارح كان حالة حزن كبيرة باللي حصل لأحمد رفعت النهاردة في ثلاث مباريات يعني الناس برضو تستمتع بالمباريات النهاردة الثلاثة المباريات الأولى فوز البنك الأهلي على النادي الأهلي أربعة ثلاثة أنا شايف الجونة فازت على نادي الزمالك ثلاثة اثنين تعادل زد والمصري البورسعيدي اثنين اثنين أول مطش هنبدأ معك بالمطش الأول اللي هو مباراة النادي الأهلي ونادي البنك الأهلي أو البنك الأهلي اللي أنا مباراة النادي الأهلي ونادي الأهلي أي حد كان متخيل في ظل أداء نادي البنك الأهلي المتعسر على الجانب الآخر أن نادي الأهلي المنتشف بفوز بكأس مصر عشرين وعشرين أمام نادي الزمالك في مهرجان وكرنافال قاروي كبير في السعودية أن نادي الأهلي قادر أنه تخلص أي مباراة لكن على الأرض الواقع المباراة لا تعترف إلى من نتائج ومجهود اللاعبين في الملعب كويس قوي اللي أنت قلت يا زيزي محمد أن دايماً نادي الأهلي بيلعب المتشاط على المكسب فقط نادي الأهلي افتقد الفترة الأخيرة الأداء في الملعب دايماً أنا بتكلم من نادي الأهلي بيعرف يكسب كويس جداً بيعرف يكسب النهائيات بيعرف يكسب بالمتشاط لكن بدون أداء النهاردة النادي الأهلي يستحق الخسارة البنك الأهلي النهاردة عمل ماتش أنا شايفه كابتار مصطفى هاجم بشكل كبير جداً مش خايف من نادي الأهلي وهو دا لأنا كنت دايماً بتمنى أن أي فريق بيلعب نادي الأهلي وإني زي مالك هاجم وإكسب وإنت كده كده أنت حادث في مغرية هتخسر ليه وهو دا لأنا كنت مالد فيه عشان كده النهاردة أنا بقول الجرأة حلوة مفيش كلام حلوة الجرأة أن أنت تهاجم من نادي الأهلي حلوة الجرأة أن أنت تهاجم نادي الزمالك نادي الأهلي النهاردة مساحات أول مرة شوفي نادي الأهلي مساحاته كلها بعيد عن بعض وفي حاجة قبل ما نبدأ المطش اتكلمت أنا وإنت أساس محمد بصبت اكتمعات البرنامج الكلام دوت الحمد لله لوحد ببقاري المشهد من قبل كده ومن فترة كبيرة جداً اتكلمت عايزين الفيديو لو أستاذ ياسر يجيب الفيديو أنت نوع الفيديو والفيديو أن أنا بالنسبة لي شايف أن النادي الأهلي كولر أنا من وجهة نظري مدرب محظوظ وهابدأ أقول أنه مدرب محظوظ النادي الأهلي بيكسب بجمهور قوي شرط النادي الأهلي شرط الأحمر يخوف أي فريق في خبرات جوه فريق النادي الأهلي تقدر تستغل الفرص اللي بتجي لها زي أفشة زي إمام عشور زي حسين الشحقات لكن صدقني الأداء الجماعي في النادي الأهلي من أول السنة وأنا بقول عليه أداء مدازب مش عشان خاصة بالنهاردة لأ أنا بقول كده من فترة كبيرة جداً النادي الأهلي يفتقد الأداء جوه الملعب النادي الأهلي بيكسب فقط فبالتالي حتى كمان الرجل بتده يألف وبيألف تأليفها أنا قلت لك عليها المرة اللي فاتت تبتلين شوفها؟ يلا بينا يلا بينا فضل سيد ياسر لكن أكلمك على كل رشوية في النادي الأهلي عمل حاجة غريبة جداً عارف هي إيه؟ إزاي ما قلت شرح قلت لك إزاي إزاي إيه اللي شايفه في عمر كمال عبد الواحد اللي عبو سردباك ممكن ببقينك إنه إنت راجل يعني بتشجع كورة وإعلام كبير إنت رأي الفني ليكو بس أنا يعني إنت لو سألتين أنا بقى بقى السؤال ده بره بره المكان ده هو الراجل ما قالوش لا هو جابه لعب بك شمال لعب بك شمال على الرغم على الرغم على الرغم بس أقولك طيب ما أنت سألتيني الطبيعي إنه كان يجيب هاني في العمق ويدي عمر كمال مكان أنا بأتكلم على المدير الفني إيه اللي شايفه في عمر كمال يلعب وسردباك يعني حاجة في منطقة الغرابة كمان عمر كمال من اللعيبة الكويسة جدا ولعيب شوكر يقدر تلعبه في كذا حتة تلعبه باكراية تلعبه باكليفت تلعبه في نص الملعب يلعب تمانية كمان وعمر ده لو لعب تمانية والله يا شامو كسن كان عمير في المصري دولانا تسكر في مصري وينجرايت لا أخذ بالك عمر أنا اللي امطلع في اتحاد الشرطة كان سنه صغير جدا أنا مطلعه هو وريكو وهم جيل واحد فأنا مطلع عمر فعرف إمكانياته وعمر لو لعب في ملكة الثمانية مع السرعات اللي عنده هيبقى في حتة تانية خالص لكن إنت تلعبه سردباك لا ده 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 خطر فضل نودار لا أقول لك كمالك التوقعات لا أقول إيه بقى تاني أقول لك ألا أنت أقول لك شوف ده أنا قلت إيه إن تلعب عمر كمال سردباك ده خطر اللي حصل النهاردة النادي الأهلي فضيحة في الدفاع عمر كمال وربيع وخد بالك وأنا مش بحمل عمر كمال الخسار أنا بحمل كولر هو ظلم عمر كمال الخسارة أنت بتظلم لاعب جاي بيلعب في المنتخب مصر باك رايت وباك رايت منتخب مصر وباك رايت ما شاء الله عليه في النحاة الوجمية ده ببعده عن طويل كده ببعده عن طويل طبعا واخرز وكده كان مشاروع مشاروع منتخب مصطول ده زنب محمود متولي ده زنب خالد عبد الفتاح الراجل اللي كان بيلعب بشكل خواس جدا في النحاة الدفاعية سواق باك رايت تقول له يلعب سواق باك ليفت تقول له يلعب سرد باك كان يلعب فيش أي مشكلة خالص فبالتالي أنت تلاعب عمر كمال ده مخاطرة مخاطرة كبيرة جدا وقدام فريق البنك الأهلي عنده لعيب كبير جدا مهاجم اسمه ياه ياه أنور ده لعيب كبير جدا بيستغل المساحات النهاردة أنا بحيي كابتل طريق مصطفى بحيييه أنه هو ما خبش من نادي الأهلي هاجم من نادي الأهلي كل اللي جوان اللي جات كلها أخطاء دفاعية جنل أولاني بص ده جنل تعادل النهاردة فين فين عمر كمال في المفروض عمر كمال لو هو سير دباك كان يقدر يغطي وراء علي معلول تغتالك سير طبعا تغتاله من وراء علي معلول هذا أول غلطة كمان رمي ربيعة عنده برضو محمد عبد المنعم وجوده مهم جدا في نادي الأهلي في تفاع نادي الأهلي حتى فأسوا حالاته هو مدافع هو يعرف يقف بص ده جن بص بص كرة عدت لأنه ما عندهش إحساس أنه هو مدافع انت فاهم أصدق يا سيد محمد فبالتالي كولر زلم وعمر كلامه هو السبب أنه في خسارة النادي الأهلي بجانب أنا عجبني جرية الكابتن طريق مصطفى عجبني أنه هو حضت كريم بامبو حضت أنور وحضت محمد هلال راجل بيلعب جيم مفتوح واخد بالك أي فريق أي هاجم النادي الأهلي هيقدر يسجل فيه أهداف لأن الحالة الفنية اللي احنا قلنا عليها حالة فنية مش مزبوطة في النادي الأهلي سواء البدنية أو الفنية تيجي تتكلم كمان على اللجوان اللي بتخش في النادي الأهلي هتلاقي محمد هاني مش كابت حسام حسن خده دي لما نيجي نتكلم على كلمة حسام الكابت حسام انت خدت محمد هاني محمد هاني بيقرب أسوأ حالته الفنية فأنت النهار ده كان مدير فنية كاكولر ما تلاعب عمر كمال بك ريت واتدخل محمد هاني اللي هو عنده فكرة أصلا إنه هو لعب مدافع قبل كده ولاعب خد بالك ده مطشاط زمالك محمد هاني لعب سيردباك في مطشاط زمالك قلنا الكلام ده انت بتألف بتألف ليه عايز تدخله سيردباك والناس حجمتنا قلت لانت انت بتأتكد عمر كمال بتأتكد قولر دلوقتي الناس كلها بتقولك إيه انت بتأخد عمر كمال انت قلت المكان ده عمر ما ينفعش ما ينفعش وبيظلم كمان النادي الأهلي لكن النهار ده البنك الأهلي عمل مطش كويسك بص يعني دي بص حتى كمان مروان عطيه مش في حالته النهار ده النهار ده حتى الضغط لعيبة النادي الأهلي ضغط تعس انه هم في استغتار اتنشر اتنشر ده ردى سليم صح لا ده محمد هلال بعيد كبير نادي الأهل النهاردة يفتقد بتأتي ده ردى سليم فبالتالي لا محمد هلال هل جهت وقت مروان عطيها بص ده بينيله النادي البنك الأهلي بيني الفين خد بالك ده مش أي حد بينيهcheering وده من نادي الأهلي النادي الأهلي النهار ده خد بالك مطش مش في الحزبان كده كده الاهل هياخد الدوري يعني كده كده الاهل هياخد دوري كده كده لان حالة الزمالك على الاندية كلها الحالة غير مستقرة النادي الواحدة اللي مستقر هو النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مش هيسيب جمهور النادي الاهلي ما بيعديش ماتش يعني انت لو خسرت الماتش ده مش هيسمع على كلها ولا هيسمع على اللعيب جمهور النادي الاهلي في ميزة عن كل جمهور العالم لازم يكسب يعني مش الاداء ولا يفرم على الاداء خالص هو عايز يكسب عايز يغب بطولة فبالتالي هتلاقي بيه لعبت النادي الاهلي النهاردة وبيهجموا كمان كولر. ادي جون برضو دفاع النادي ببنك الاهلي بيلعب دفاع متقدم. انا مش فاهم بيعمل دفاع متقدم ليه. حسين الشاحات جاب جون وحسين الشاحات بن لعبك جمدة جدا. افشة عملها له بشكل كبير جدا. افشة انا افشة. انا افشة لعب كبير مطماش فيها. قبالك افشة. بص بص بالتحرك بتاعه. افشة لو لعب رقم عشر هيبدي كده مليون مرة. قبالك كولر ده برضو ظلم افشة. الرجل ده يعاني. قولر ده ماشي معا كلمة عند ربنا سبحانه وتعالى. لعبت النادي بص اي واحد. انا اسف. الكلام ده انا قلته كتير. اي واحد يجي. يمسك النادي الاهلي. منظومة النادي الاهلي هتنجحه. لعبت النادي الاهلي الكبيرة اللي في الملعب هتنجحه. جمهور النادي الاهلي هينجحه. ده قولر عنده اخطاء بالجملة. بالجملة. حتى في مطش الزمالك. لسه خطاء من العطار فلساني. حتى في مطش الزمالك. يعني برضو بدأ بتشكيل. صعب جدا. ده لعب كوكا. لعب كوكا والسلية. وما قاعد مروان عطينا. لعب ندفت والسلية. ندفت والسلية. حتى كوكا كمان مثال. راح المنتخب كمان. ما برضو راح برضو ازاي. فبالتالي. تحس ان الامور مش مستقرة في نص ملعب النادي الاهلي. فكولر عنده اخطاء كبيرة جدا. بس المكسب بيغطي على اخطاءه. النادي الاهلي النهاردة يستحق الخسارة. بس احقاك الله الحق. ليه ضرب الجزاء مليون في الميل. الاهلي. 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 درب الجزاء في ايد ايمن عشرف. ضرب الجزاء. انا معرفش الكابتن البنة. ما حسباش ازاي. وبرضو في حاجة مشكلة كبيرة جدا. انت ليه ما بتروحش تشوف الفار. انا مش فاهم برضو. انت وليه يا جماعة الفار ده انتوا جايبينه بيعمل ايه. لأ معها اربعة في الكبيرة. الاربعة ده لانا اصلا مش واسق في الاربعة. انا كمحاكم في الملعب ربنا اسمه العد. ادي للزمالك وادي للاهلي. انا معديش مشكلة. لكن كرة زي دي. النادي الاهلي لو كسب كان يبقى. خب بالك كان يبقى اربعة. النادي ايجي بقى لك. اه طيب ما يقول ضرب الجزاء. ده ضرب الجزاء راسمي. ضرب الجزاء راسمي. لكن بص. انا عايز بقى اتوقع فاق عند. عند التماركس. فضل. ارجع لدي تاني بقى يا سيسر بعد اذنك من اول خالص. والكابتن دي وضرب صفته. لعب كبير جدا في المكان ده. كاسر دي باك. يعني دي ودار. انا. دي ودار بالصليل. فضل. اكيد انت في المكان ده كنت من الناس مميزين. فضل. ده رجل دولي وراجل لعبت الانديل الكبيرة جدا. ط التماركس في المكان ده. هل هل وجود عمر كمان. جانب رامي ربيع. طب تفرج ايه. فضل. عايزين يعيدها طابل قبلها. استاذ ياسر نعيد الجن ده. نعيد الجن من اوله. من اوله. انا عايز اقولك. ايجي لك. ايجي لك. نفس الحالة دي. هي حالة برضو جن محمد هلال. ان اللاعبة بتتفرج. على المهاجمين. وعلى لعبة نص الملعب. هو اخذ بالك. الحالات كلها مشابهة. ان في حالة تراخي واستيطار. وما فيش حالة الضغط اللي بيميز النادي الاهلي علي gakضيان. سواء رامي او المدافع اللي جنبه او مروان او الباك رايت او الباك ليفت. حتى كمان. هتلاقي كورة. هذه الكورة ملعوبة. اه. مفيش ضغط. بص. مفيش ضغط. بص. 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 ما فيش اي ضغط. طيب الراجل اللي في نص المال عبدالله. اللي على خطة ال 18. ما تروح من الاول. الراجل ده خطر. اه بالعليل. انا 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 اخطر. اللي برا ولا الراجل ده. الله الي استيطار. كمل يا استاذ ياسر كمل. طبعا مص مصطفى شبير خطأ منه. خطأ. كرة دي تتمسك. كرة دي ضعيفة. اوقع تفتكر ان الكرة دي قوية ده. كرة دي ضعيفة جدا. فخطأ من مصطفى شبير كمان خطأ من المفروض ان الرمي ربيعة يشتد بشكل احسن من كده. فبالتالي لا خطأ دفاعي. النهاردة نهاردة مصطفى شبير يسأل عن الجن ده. لا لا المفروض ان انت لا لا. احسن من كده بكتير ومش لازم تشتتها الورا. انت ممكن تشتتها لقدام. بلونة لنص الملعب. فبالتالي لا النهاردة فيه اخطاء دفاعية نادر الاهلي محتاج مدافعين. وعلى فكرة احنا قلنا الكلام ده. مكان محمد عبد المنعم موجود. مين المدافع اللي يلعب جنب محمد عبد المنعم. ياسع ابراهيم اتصاب. مين اللي جنبه. نادر الاهلي رمي ربيعة. لعيب كويس لكن مستوى متزبزب. مرة تلاقيه جمي جدا. ومرة تلاقيه اقل من العادي. فبالتالي نادر الاهلي يستحق الخسارة. نادر الاهلي يستحق الخسارة. نادر الاهلي رمي 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 رم محمد دانية سبب في الجندة النهاردة انت لو جيت عدة تانية او استاذ اسر الكرة هعيدها لك هايدها لك تانية هو كمان باين عليه انه زعلان وده هو النهاردة انت بتاعب علي اكرر التوفيق بص 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 المدافع بص رامي المفروض هنا حالة الكلام المفروض محمد هاني يمسك اللي ورا ويندع على رامي ربيعة تعالى امسك ما هنا خد بالك الباك رايت والباك ليفت عندهم نوات مهمة جدا هم اللي شايفين الكورة العرضية فمهم جدا مفيش ضغط اي مفيش ضغط نادي الاهلي النهاردة ما بيضغطش وفيه حال ما عرفش بقى اخده فلوس من من مطش الكاس اللي عبار ارتحت شوية واخدين ما بالغ كل اللعب واخد له مبلغ كويس فبالتالي يوم مريحين شوية لا مريحين مريحين الجمهور نادي قال لي ما عفعش الكلام ده معاه فبالتالي لازم محمد هاني يتكلم معه رامي ربيعة يقول له امسك وهو يرجع خد بالك دينه طبعا كمان عمر كمان انت ايه اللي خلاك تضغط هنا يعني عمر كمان احنا عمر كمان قولنا القصة مش في عمر ده سبب مين يا جمهور الاهلي ياللي تطلع كل هر في السماء كل شوية لما يغلط قوله ان هو غلط نقول مبروك للبنك الاهلي هارد لك للنادي الاهلي خد بالك ده بانك الاهلي ماكسبش غير خمس مطشط ولا ست مطشط طول اول هزيمة الاهلي من البنك الاهلي النهاردة على رأي الصيغ الصيغة بيقول لي النهاردة ليلة سقوط الكبار نتواصل ولكن بعض الفاصل اجاقتنا بعض الفاصل بالجزء الاخير من حلقة اليوم في السهرة رمضانية مع القائد احمد ودار ومبراء ايضا سقط فيه الكبار الزمالك امام الجونة تلات اتنين بملعب خارب بشارة بمدينة الجونة انا يمكن كان في سياق الكلام في اليوم اللي فاتت واتكلمت على كابتن علاء عبدالعال قلت بيلعب بطريقة فيها حظر دفاعي ومرتدات لو ماكسبش مايخسرش صح كابتن علاء عبدالعال برضو عايز ان انا ابرك له عمل مطش محترم على قد امكانات اللعيبة اللي عنده هو كابتن مجد سعد عاملين شغل محترم جدا في نادي الجونة لكن انا عايز بس اقول حاجة مهمة جدا نادي الزمالك يا جمهور الزمالك يا مجلس ادارة يا لعيبة احنا مش مدرسة الفن والهندسة انسوا الكلام ده خالص انسوا ان احنا مدرسة الفن والهندسة بمعنى ان احنا انا زيقتي من كلمة الفن والهندسة نادي الزمالك لازم جمهوره يتغير ولازم مجلس الادارة يتغير ولازم لعيبته تتغير لازم الثقافة تتغير الثقافة غلط الثقافة غلط انت النهاردة نادي الاهلي بيكسب نادي الزمالك في ناية الكاس وجلنا زي اللي كل احنا عمان اداء حلو اداء ايه الكرة ما بتتقاسب كده الكرة بتتقاس ان انت تكسب ومع المكسب الاداء بيرتفع فانت تيجي تقول لي الاداء كويس طول الوقت الاداء كويس طول الوقت لا يا جماعة بعد يؤذن جمهور نادي الزمالك انسوا الفن والهندسة احنا دلوقتي عايزين نكسب باي شكل لازم تقول الوقت العيب نادي الزمالك تعرف انت لازم تكسب اداء ايه انا مش فاهم برضو حتة الاداء دي يعني انت هتمسك النادي الاهلي استحواز 80% و20% النادي الاهلي يكسب النادي الاهلي حد يفتكر الكلام ده غزيز محمد طب معانا نجم اللقاء النهاردة كابتن علاء عبدالعال كابتن علاء اهلا بيك وكل ساون طيب رمضان كريم وانت طائب ومحمد ربنا يخليك كل ساون طيبين وتحية للكابتن احمد دي وضاء مبروك يا كابتن علاء تستحق المكسبة كابتن علاء مدرب كبير وحضرك اضافة قوية جدا لأي نادي في الدور المصري حبيبة دي وضاء ربنا يخليك ما تحلمش منك كابتن علاء انا من يومين مش مرة او مرتين ثلاث اربع مرات كلمة قلت الكابتن علاء عبدالعال بيلعب بطريقة فيها حذر بمعنى انه لو مكسبش ما يخسرش ودايما بيلعب في حدود الامكانيات والحدود المتاحة لأي منافس الدم والله هو ده اللي ببدأ دي وبعمل سينوريات في المباراة زي ما حصل النهاردة ان احنا لو خسرنا ببدأ ادفع عندي عناصر هجومية لعبة عندي امارات زي اشرف مجد زي مازن رغم ان هما صغرين في السن زي اعوكشة لما نزل عملت غيرات تكتكية في المنعب ونزلت لفي الاحظة الهدف في التاني باك الشمال وهو وسط ملعب او مهاجم فالحمد لله ببقى عمل سينوريات للمباراة ان انا طبعا اما استقبلش اهدف الاول نقدر نخدف زي ما حصل في بداية المباراة انما لما يبقى فيه لقد ظلاف صارت بنحاول ان احنا نرجع وكان يتوفيق معنا وعطاقة فوز مهم ونستحقه زي ما كانت بالدولار قال كان ممكن تبقى نتيجة كبير من كده انما انت في النهاية بتلعب فريق كبير فريق يعني مليا النجوم فكل اللي حنكسب المهارده ده شيء كبير جدا يحسب لنا كجهاز ويحسب للعبين ويحسب لإدارة ندجونا ماشي بخطوات كويسة يا رب يكمل لنا على خير ان شاء الله اصعب فترات الموراة بالنسبة لك هيكتنا عليها هي بعد الهدفين اللي دخلوا فينا طبعا انت بتبدأ الشهور التاني مفتوض انت بتقدم بيخش في كده فين في اول عشر ده في شهور التاني مع فريق زي نزيمالك العودة بتبقى صعبة طبعا بس ربنا قرامني الحمد لله اذا نعمل تغييرات هجومية يمكن مساكنا وسط الملعب يمكن الزيمالك استحوز كتير على الكورة اننا ما كانش عنده النواء غريل نواء العب الكورسات فلنا عليها بشكل كويس دي كانت الوقت الصعب جدا انما في الوقت ده بدأنا نستحوز على الكورة بدأنا نهاجب نزيمالك لغاية ما احفظنا الهدف التعاجل والحمد لله ربنا كرام نكمل بالهدف الفوز من هاجمة مرتدة واكيد احنا بنجدها لان كان الزيمالك فتح قطوطه عايز يكسد فديستغلناها بشكل كويس الحمد لله كابتن علاء تابعت وزاكرت ماتش الاهل والزيمالك في نائل كاس وبالتالي كانت خطتك مبنية على الشكل ده ومتابع دي اكيد طبعا انا الزيمالك بيهاجم او بيتقدم بكتب جدا حتى الطرفين مع نصف الملعب بالتالي في مساحات كتيرة جدا فاشتغلنا عليها وخاصة كمان برضو مشاركة محمود على لايك كبير انما انا لايك من الارضة لايك عندها سرعات زي ارنو مازل لما نزل لايك بيعرف يوصل الكرة بشكل كويس فاشتغلنا على الحتة دي بشكل كبير وذاكرنا طبعا نادل زيمالك اه في استحواز في نصف الملعب بشكل كبير حاولنا نعمل زيادة عددية في نصف الملعب بحيش انه ما يستغلوش فرق كتير وبرضو احنا لازم نحترف برضو ان الزيمالك يعني اتحت له اكتر من كرة بس يعني كانت بتبقى كرة تاية فانما انما الحمد لله كنا انا حتى عتبت لعبين على الهدفين اللي داخلوا فينا يعني كان المفروض يبقى التعامل فيهم افضل من كده انما هي دي كرة القدم بيبقى فيها هدف ليك وهدف عليك فالحمد الله يعني انا راضي عن الاداء وراضي عن نتيجة وانا تدرك لو فيه اخطاء نتفرق هالفتر اللي جاي ان شاء الله عايز بس يا سوزي ياسر لو سمحت عايز الجن الأولين هايجبك الهدف حقا هنتكلمنا على جومز وانا قلت ان انا هقيمه بعد ماتش الزمالك في نائل جاز وقلت انا مش قيمه غير لما الراجل ده يلعب له خمس ست ماتش عط الراجل ده راجل طريقته لا تناسب لاعبين نادي الزمالك ولا تناسب جمهور نادي الزمالك انا عايز بس انا اصبحت بالليجون دي كلها انا عايز الجن الأولاني بتاع نادي الزمالك والجون الاخير بتاع نادي الجون ده موقف لعب ده خطأ فردي خطأ فردي من محمود علاء ده خطأ فردي خطأ من المدافعين سواء محمود علاء او حمزة المسلوسي او اللعيبة اللي موجودة في نادي الزمالك المدافعين وقفين غلط لكن انا عايز بقى الهدف ده ركز بقى معايا لو سيد محمد لان انا اتكلمت في النقطة دي ان نادي الزمالك اي فريق اي هاجم بنظام هيكسبه نادي الزمالك لو لاعب على مسئولية لو لاعب فريق درجة تانية هيخسر تخيل بطريقة اللعبة دي اوقف بقى عندي هنا سيد داس الوافلاء سمحت خطيت بص ده عمر جاب وده فتوح ده الباكرايب بتاعك عز محمد وده الباكليفت في الثمانتاشر في المجمين وخط نص بيش نص وراخات الباكرايب بتاعك بيهاجم بص فين والباكليفت بيهاجم فين فين التنظيم الدفاعي فين التنظيم لما القورة تتقطع يكون فيه تنظيم دفاعي وفيه فريق بيدافع بشكل جماعي اذا ان انت دلوقتي بيتهاجم بكل الفريق والنحية الدفاعية عندك مش موجودة ده خلل كبير طبعا ده خلل ده انت بتلاقي انت محتمد على دونجا والادنين السرد بكيين تعال بقى يا استاذ ياسر لو سمحت ده غلطة كبيرة جدا وانا اتكلمت عليها تعال بقى بص على جون الجونة التالت وجون افشا جون افشا وجون التالت بتاع الجونة بص على الجونة التالت بتاع نادي الجونة والاستاذ ياسر لو انت جبته هتلاقي الفريق مندفع هجومية مندفع هجومية ويتلاقي نادي الزمالك في النحية الدفاعية بيدافع باتنين هل انت جومز والناس المحللين اللي معاك والمدربين اللي معاك فضل عندكش مشكلة لا ده مش ده انا عايز الجونة الاخير اللي هو الجونة اللي جابه الجونة السيد محمد عنده مش هات لعبة اجنب كاسينا والله بص اي حد طبعا مع احترامي لنادي الجونة يستحق الفوز لكن اي حد هيهاجم النادي الزمالك هيدافع بشكل كويس ويلعبها لحجبات المرتدة ورا الباك رايت ورا الباك ليفت هيكسب لان انت بتلعب بهجوم بشكل اللي مش منظم انت بتهاجم وبتستعويض بس طب في النحية الدفاعية في حاجة بتتقال لأ فبالتالي لو جيت جي شفت الجونة التالت بتاعنادي الجونة وجونة افشة لو عملت ميكس ميكس ما بينهم هتلاقي نفس الاخطاء اذا ايه اللي بيتقال في قط اللبس اذا ايه اللي بيتكلم في قط اللبس لأ ارجع تالي لو معاك يا سيد ياسر اللقطة دي لو انت معاك هتلاقي نادي الزمالك كله بيه هاجم خد بالك النتيجة اتنين اتنين بص ستوب ستوب ارجع كمان ارجع كمان معلش يا سيد ياسر اتكامل وارجع لك تاني براح براح قول لي يا جومز يا مجلس ادارة يا لعيبة بص نفس اللقطة بالزبط لو السلام بها يا سيد زر جيبتوا جونة افشة بص نفس اللي بيحصل بالزبط هتلاقي الزمالك شواني لأ انت لو جيبتوا جون لأ مش جونة افشة ده انا بتكلم على نهاية الكاس الاهلي والزمالك الاخطاء الاخطاء النفعية انت بتكلم النادي الزمالك في مطش الاهلي كانوا بيهاجموا كلهم وكان امام عشور مع افشة مع كهربا مع حسين الشاكل كله بيهاجم في اللحظة دي عشان روح للدورة الابطال والكونفدرالية اكيد هتوجه رسالة لجومز وعضاء مجلس وعضاء مجلس الزمالك وعضاء النادي الزمالك ما هو ما انا عايزهم تفرجوا على اللقطة دي انا عايز اقول له جمهوري الزمالك تتفرج على اللقطة دي وعايز مجلس الزمالك يتفرج على اللقطة دي ان المدير الفني ده هو رجل هجومي فقط رجل بيعتمد على الاستحواز والنحية الهجومية طب النحية الدفعية فين؟ انا بقى مع عمالدرس دي فهو رجل النهاردة غير سبع لعيبة واستاذ محمد احنا كل مطش ونغير سبع لعيبة واستاذ لعيبة احنا كل مطش احنا في موقف اختبارات تختبر لعيبة طالعي مصطفى لقى عبدالغاني مش موفق ام غيره عطول ده الصح لكن انت النهاردة احنا مصنع اختبارات كل شمطش ندخل بقى على دول قبط عشان وقتنا؟ لا انا عايز اجيب استاذ بس اجيب عشان خطر الجونة الجونة التالت بص طب هنرجع لها نرجع لها اشان الوقت؟ لان اللقطة دي الوقت بالنسبالي جاي في اللقطة دي انا عايز المشاهدي بعارف ان نادي الزمالك ايه نقطة ضعفه اي فريق استاذ محمد هيدافع بشكل كويس ويلعب على هجمة مرتدة نادي الزمالك هيخسر اذا الفريق مفكك هو لعيبة كويسة كافراد لكن كفريق جماعي في مشاكل ومصايف في الملعب فانا شايف اني نادي الزمالك جومز لحد دلوقتي لو مدرب مصري كان ميسيكو او كابتم اعتمد جمال كان كمل كان يبقى افضل من جومز الى قرعة ربع انهاء دورة الابطال الاهل المصري سنبا التنزاني مازينبي والكونغولي وبيترو قتلتكو الانجولي اسكبو موزا الابواري والتراجي التونسي سانداونز لجنوب افريقي وينج افريقان التنزاني ارعى هو في حسن من كده للنادي الاهلي ارعى مميزة جدا للنادي الاهلي النادي الاهلي هو بطل افريقيا يلعب اي فريق مش فريق معاه بس لما تلعب سنبا تبقى احلى واحلى لان طبعا اتعابت ماتشاط مازينبي في ماتشاط صعبة جدا سانداونز نفس القصة بيترو قتلتكو برضو فرقة كويسة خلي بالك كده اللي مش هصطدم بسانداونز ولا الترجل هو لعب مازينبي النادي الاهلي نقولك مازينبي يا بيترو قتلتكو اعتقد مازينبي والنادي الاهلي لو لعب مازينبي هيبقى ماشي صعب جدا اصعب من سانداونز اخد بالك من النوطة دي لان الرئيس نادي ولو وصل النهائي نهائي في القهارة دايما مبارات العودة كلها في القهارة ودي اعتبقى مصلحة جدا انا عصدي كده اه سازم سازم الاهلي ماسو سيبا تنزاني بيترو قتلتكو أسك موموز الافوري ترجل تونسي سانداونز الافريقي يانج افرس من في النهائي عشان ننقل على خلالنا كل متفقين ان النادي الاهلي حالته السنة دي كلعبين يخد واخدها مني الآن الآن النادي الاهلي ما كانش كده السنة اللي فات كان كولر على الاقل الفريق منظم دفاعيا منظم هجوميا على الاقل كان بيعمل العادي كان بيعمل الطبيعي النهاردة كولر ما بيعملش الطبيعي خد بالك اللي كان نتائق كرعة ربع نهائي انا اسهل دور بقطعك معلش سادة نعطي الوقت زمالك المصر المدن فيوتشار ابو سليم الليبي نهد البركان المغربي ريفلز يونايتد النجيري اتحاد العاصمة الجزائري الملعب المالي ودريمز الغاني ولو نادي الزمالك ما اخدش الكونفدرالية ما احترام الفيوتشار او نهد البركان او ابو سليم او الوهندية اللي موجودة دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا لللعيبة دي اللعيبة دي جاية صفقات اسامي فقط على ارض الواقع المدير الفني هو اللي صليمهم فبالتالي لعيبة نادي الزمالك انا مش مستني منهم غير ياخدوا البطولة دي لو ما اخدوش البطولة دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا وصدقني مجلس الادارة على الان اللي يجيب 15 لاعب السنة الجاية ويفور الفرقة دي حتى كمان من اللاعبة الجديدة فيه ناس هتمشي لان اللي بيحصل ده ده صعب صعب نادي الزمالك خب بالك نادي الزمالك بيننفس على بوض انت مش اخب بالك وطلع من كاس ما واخرص الكاس ما فبالتالي هي البطولة الوحيدة اللي تنقذ نادي الزمالك هي الهدف ها الكل فدرالية اه انا عايز بس يا سيد ياسر معلش اللقطتين دول ده يلخصوا الموديل الفني الموديل الفني ده فاشل دي لقطة بص بص معلش يا سلام عليك يا سيد ياسر بص بص اتفرق بص اللعبة هناك بص اللعبة هناك اي فريق منظم يهاجم نادي الزمالك كمل يا سيد ياسر اي فريق منظم هيتحول من ناحية الدفاعية للناحية الهجومية هيكسب هيكسب اي فريق فبالتالي الموديل الفني ده انا جاي باللقطة دي واللقطة دي كمان ده بص نفس القصة تلاتة بيهاجموا انا نهزر نهزر يا سيد محمد برافق يا سيد ياسر انا بشكرك انت جبت اللقطتين دول دول كافلين ان الموديل الفني لازم يمشي واحنا لازم نمشي عشان الناس تلحط للصحر وكسامتنا طيب ربنا الكريم ودائما بتشرفنا وتنورنا اسلام ربنا خليك وات محمد وبشكر سيد ياسر وكل الناس اللي موجودة بشكر حضرته عزيزي مشاهدين بكرة وحلقة جديدة من المتادة على الشاشة قناة البحور في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة